موسيقى أبناء التلاميذ تحية طيبة نلتقي اليوم مع درس جديد في ماذة العربية لتلاميذ الشعب العلمية والاقتصادية ودرسنا يتنزل في إطار شرح نص نقوم بعده بتدريب على الانتاج الكتابي نصنا اليوم ينتمي إلى المحور الأخير في الفكر والفني عنوانه الديمقراطية أولا هذا النص موجود في الكتاب المدرسي في الصفحة التاسعة عشر بعد المائتين بداية أنطلقوا بمدخل إلى النص إن المسألة الديمقراطية هي مشغل سياسي طرحه الإنسان العربي المعاصر على نفسه فقد عاش على مدى سنوات طويلة تحت حكم أنظمة عملت على تغييبه من المشاركة في اتخاذ القرار وأرغمته على الخضوع لأنظمة حكم استبدادية دأبها السيطرة على شعوبها معتمدة وسائل الترغيب حينا والترهيب أحيانا أخرى عبر أجهزتها الاستخبارية والأمنية القوية باذلة أقصى جهودها للإيهام بشرعيتها الزائفة مقاومة كل محاولات الأصلاح فجعلت أوطانها تدخل مرحلة من التخلف والفساد وتفقد أسلحة مواجهة مختلف التحديات العلمية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة في عصرنا في إطار كل هذه المسائل يتنزل نصنا اليوم وعنوانه الديمقراطية أولا للكاتب عبد الرحمن منيف أبدأوا أبناء التلاميذ في قراءة النص فنتابعه جيدا أنطلقوا بالتمهيد نظر عديد المفكرين في البلدان العربية والإسلامية فيما تعانيه بلدانهم في العصر الحاضر من المشاكل والأزمات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واقترحوا حلولا تباينت في مرجعياتها ورؤاها السياسية والاقتصادية والدينية واتفقت في ضرورة اعتماد الديمقراطية أساسا لكل إصلاح يقول كاتب النصي من الظواهر البارزة التي تميز الوضع العربي الراهنة التباعد الذي يصل حدود القطيعة بين القول والفعل بين الخيال والواقع بين الفرد والمؤسسة بين الدولة والمواطن هذه الظاهرة البارزة لم تولد فجأة أو من فراغ إنها محصلة لمجموعة من الأسباب سبقتها بحيث أن الآن نواجه حالة مركبة ومحيرة ومربكة في الوقت نفسه وقد أدى ذلك كله إلى حالة من اليأس والمرارة والغرق في الضياع والحيرة وترافق أيضا مع إلقاء المسئولية على الآخر إذا أوضع مثل هذا مليء بالتعقيد والخيبة والضياع كيف نفترض أو كيف نتصور البداية أو الحل نفترض بداية أن الحوار والحوار بالذات الخطوة الأولى على هذا الطريق الوعري والحوار هنا يعني الإقرار بثلاث مسلمات جوهرية الأولى الاعتراف بالآخر الاعتراف الفعلي والواقعي وليس الشكلي وهذا الاعتراف يعني أن الآخر جزء من البنية التي تشكل المجتمع مما يقضي التعايش والتعامل معه الثانية ليست الحقيقة كتلة صلبة يحتكرها طرف واحد وإنما هي نسبية وموزعة وبداية اكتشافها أو الوصول إليها لا تكون إلا بمحاورة الآخر وفهمه تمهيدا للوصول معه إلى الحقيقة الفعلية الثالثة أن يكون الاعتراف والحوار في جو من التكافؤ والاعتراف المتبادل ومستندا إلى الاحترام والرغبة في التعاون تمهيدا للوصول إلى ما تتطلبه المرحلة هذا الحوار المفترض والذي يجب أن يجري على كل المستويات ويتناول جميع القضايا وبين جميع القوى والعناصر يرتكز أساسا وجوهريا إلى حقيقة كبرى ينطلق منها ويجب أن توجهه دائما هي الديمقراطية صحيح أن الديمقراطية ليست مطلبا سهلا أو يمكن تحقيقها بين يوم وآخرا كما أنها بذاتها ليست حلا كاملا وإنما هي المناخ وبداية الوصول إلى الحلول ومع ذلك علينا أن نعترف ومنذ البداية بأن لها أعداء كثيرين في الداخل والخارج لكن أخطر ما يواجهها أن الكثيرين ممن ينادون بها غير مقتنعين بها بما فيه الكفاية أو أنهم إذا اقتنعوا بها نظريا فإنهم لا يمارسونها أو يمارسونها بشكل خاطئ كما أنهم مستعدون للتساهل كثيرا بمفهومها وحدودها حين تعني الآخرين وهذا التساهل في الفهم والممارسة أحد أهم الأسباب الذي شجع الحكام على حرمان الجماهير منها أبناء التلاميذ ننطلق الآن مع المراحل التمهيدية للشرح وأولها التقديم هذا النص حضاري حجاجي للكاتب السوري عبد الرحمن منيف له مؤلفات اهتم فيها بمسائل في الاقتصاد والسياسة كما أنه يعد من أشهر كتاب الرواية العربية وقد توفي سنة أربعين وألفين ونصنا مقتطف من كتابه الديمقراطية أولا الديمقراطية دائما المنشور عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى سنة إثنتين وتسعين وتسعمائة وألف والنص موجود في الكتاب في الصفحات من الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرين ويندرج هذا النص ضمن محوري في الفكر والفني نصنا يعكس إسهامات النخبة العربية أواخر القرن العشرين في تشخيص أوضاع أوطانها ونقد أنظمتها وترغيبها في تبني الديمقراطية منهجا في الحكم نمر الآن إلى تحديد موضوع النص يستدل الكاتب على ضرورة إرساء المنهج الديمقراطي في العالم العربي مبينا الأسباب الداعية لذلك منبها إلى المصاعب الممكنة نتوقف الآن عند مقاطع النص فأبدي الملاحظة التالية هذا النص خجاجي بني وفق خطة تقوم على منطق الاستدلال حسب المراحل الثلاثي الآتية المقطع الأول يمتد من السطر الأول إلى السطر الثامن وهذا المقطع مثل مرحلة الاستقراء ويمكن أن نقدم عنوانا لهذا المقطع فنقول مشكلات التباعد والقطيعة في الواقع العربي المقطع الثاني يمتد من السطر التاسع إلى السطر الثاني والعشرين هذا المقطع مثل مرحلة وضع الفراضية واستخلاص النتيجة فيمكن أن نقدم عنوانا مضمنيا لهذا المقطع فنقول الحوار سبيل إلى الحل والديمقراطية أساسه أما المقطع الثالث فيمتد إلى آخر النص وقد مثل هذا المقطع مرحلة بيان حدود النتيجة فالعنوان الذي يمكن أن نسنده إلى هذا المقطع هو عراقيل إرساء الديمقراطية قبل أن نبدأ الشرحة التفصيلية نتكلم عن جوانب تخص الحجاج في هذا النص وأول أمر هو تحديد أطراف الحجاج فيه نبدأ بالمحاج من يكون المحاج في هذا النص هو الكاتب عبد الرحمن منيف وهو مثقف عربي له آراء في السياسة بثها في مقالاته الفكرية وفي رواياته المتعددة منها خماسيته مدن الملح وهي خمس روايات متصلة تطرح المسائل السياسية والاجتماعية في بلاد نشأت على أطراف آبار النفط له أيضا رواية شهيرة هي شرق المتوسط التي تكشف ما يعانيه المواطن العربي من كبت وقهر نتيجة الدكتاتورية فعبد الرحمن منيف يختزل صورة المثقف العربي الواعي المنشغل بالسياسة وكذلك هو يختزل أحلام المواطن العربي المعاصر ننضي الآن إلى المحجوج من هو المحجوج في نصنا أي الذي يتلقى الخطابة ويسعى الكاتب إلى إقناعه بفكرته المحجوج يتخذ صورا متعدلة أولا هو ذاك المواطن العربي الذي يرضى بالواقع السياسي المتردي الذي يعيشه هو أيضا ذلك السياسي الذي يمجد الدكتاتورية بدعوى أن الوطن العربي لم يصل بعد مرحلة من النضج تخول له الانتقال إلى الديمقراطية المحجوج أيضا هو تلك الأنظمة الدكتاتورية التي تعامل مواطنيها معاملة الرعية وتبني في أذهانهم أن الديمقراطية حلم مستحيل موضوع الحجاج في النص موضوعه هو الواقع السياسي العربي كيف نغيره وما فرص استنبات الديمقراطية فيه وما تحدياتها حتى يتغير هذا الواقع السياسي العربي الأطروحة المدعومة في نصنا هي أنه بالإمكان تطوير الوضع السياسي العربي وذلك بالحوار المرتكز على الديمقراطية ننضي الآن أبناء التلميذ إلى شرح المقاطع ونبدأ بالمقطع الأول الذي مثل مرحلة الاستقراء وعنوانه مشكلات التباعد والقطيعة في الوطن العربي يقوم هذا المقطع في الواقع على قسمين انطلق الأول بقول الكاتب من الظواهر البارزة وانطلق القسم الثاني بقول الكاتب هذه الظاهرة البارزة الكاتب طرح في القسم الأول ما يميز المسألة السياسية في الوطن العربي وأشار في القسم الثاني إلى أسباب هذه المسألة وأثارها أي نتائجها فلنبدأ بالقسم الأول من المقطع الأول الكاتب ينطلق في نصه بتأثير إذ يقول من الظواهر البارزة التي تميز الوضع العربي الراهن فلنفكك هذا التعبير أداة من هي أداة طبعيذ كلمة البارزة وظيفتها النحوية نعت فالكاتب بأداة الطبعيذ اختار جزءا من الكل وبالنعتي في قوله البارزة يوحي إلى المتلقي بأهمية الظاهرة والمسألة وخطورتها الوضع العربي الكاتب هنا حدد المكان فنفهم أن القضية تخص كل الدول العربية دون استثناء الراهنة بهذه الكلمة حدد الكاتب الزمان فالقضية إذن تمس حاضر العالم العربي نستنتج من ذلك أن المشاغل التي ترتبط بالإنسان العربي المعاصري عديدة وكثيرة اختار الكاتب أحدها موضوعا للدرس الكاتب يفصل واقع العالم العربي فيعتمد على معجم الانفصال وذلك في قوله التباعد وقطيعة التباعد والقطيعة بين ماذا وماذا يقول الكاتب بين القول والفعل بين الخيال والواقع بين الفرد والمؤسسة بين الدولة والمواطن لاحظوا أبناء التلميذ هنا أن الكاتب يعتمد مركبا عطفيا عدد به مجموعة من الثنائيات الضدية إذن نستنتج أن القضية التي يطرحها الكاتب في بداية النص تتمثل في الانفصال الحادي بين ثنائيات من مرجعيات متنوعة مختلفة فثنائية القول والفعل مرجعيتها قيامية أخلاقية ثنائية الخيال والواقع مرجعيتها ذهنية فكرية ثنائية الفرد والمؤسسة مرجعيتها اجتماعية أما ثنائية الدولة والمواطن فمرجعيتها سياسية هذه المرجعيات سنتبين دلالاتها فيما بعد فالكاتب إذن إذ طلع في القسم الأول من النص بدور الملاحظ والمشاهد فاستقرأ وضع العالم العربي وتوقف عند مسألة ذات خطورة حسب رأيه وهي القطيعة والانفصال بين أولا القول والفعل يظهر ذلك مثلا في القيم والمبادئ التي ندعيها لكننا للأسف نمارس نقيضها وعكسها مثال آخر تنكر السياسيين لوعودهم الانتخابية فنلاحظ إذن أن هذه الثنائية مرجعيتها أخلاقية الثنائية الأخرى هي ثنائية الخيال والواقع انفصال بين الخيال والواقع يمكن أن نتبين هذا الغياب وهذا الانفصال بين الخيال والواقع في غياب الفكر الاستشرافي السليم في العالم العربي هذا الفكر الاستشرافي الذي يشرح مشاكل الواقع ويصبر أغوارها ومنها ينطلق نحو التخطيط الجيد والمناسب للمستقبل إذن نلاحظ أن هذه الثنائية مرجعيتها فكرية الثنائية الموالية هي التباعد بين الفرد والمؤسسة مثال على ذلك للمواطن العربي طموحات ورغبات في تحسين ظروف عيشه في إطاره القريب قريته أو مدينته في المقابل يقابلها غياب الاستجابة والتفاعل من قبل الإدارة مثال آخر على هذا التباعد بين الفرد والمؤسسة عدم تثمين المؤسسة المهنية لجهود عمالها وحرمانهم من حقوقهم المادية إذن نفهم من هذا أن مرجعية هذه الثنائية اجتماعية الثنائية الأخيرة هي بين الدولة والمواطن فللمواطن العربي تطلعات ومطالب لا تستجيب لها مؤسسات الدولة لأسباب سياسية كقمعها مثلا لحرية التعبير فمرجعية هذه الثنائية إذن مرجعيتها سياسية نستنتج إذن أن القطيعة مست مستويات عديدة نفسية وفكرية وعلمية واجتماعية وسياسية فجعلت العالم العربي أشبه بالجسم المريض الذي تفككت أوصاله إذن الكاتب يكشف في قسمه الأول من المقطع الأول بإجمال عن وضع عربي قاتم سمته الأساسية تفكك كل أسسه القيامية والثقافية والاجتماعية والسياسية نمر الآن إلى القسم الثاني من المقطع الأول يقول الكاتب هذه الظاهرة البارزة لم تولد فشأة أو من فراغ هنا وظف الكاتب خبرا منفيا ثم يقول إنها محصلة لمجموعة من الأسباب الكاتب وظف خبرا مثبتا مؤكدا يقول أيضا مجموعة من الأسباب لاحظوا هنا أن خطاب الكاتب قائم على التعميم والإجمال فنستنتج أن المقطع قام على ثنائية النفي والإثبات فالكاتب بالنفي ينفي فشئية هذه الأزمة أو عرضيتها في المقابل يثبت أسبابا لهذه الظاهرة المسيطرة على المجتمع العربي ولكن الكاتب بالإجمال والتعميم لم يكشف عن طبيعة الأسباب ومضمونها ولعل ذلك يعود إلى كثرتها وتشعوبها وصعوبة الإحاطة بها في التمشي الحجاجي الذي ضبطه للوصول إلى الإقناع بجدوى الديمقراطية وفاعليتها في إنقاذ الدول العربية من أزمتها الحضارية نمر الآن إلى ما يتعلق بآثار هذه الأزمة أي نتائجها يقول الكاتب بحيث أن الآن نواجه حالة مركبة ومحيرة ومربكة ثم يقول قد أدى ذلك كله إلى حالة من اليأس والمرارة والغرق في الضياع والحيرة بما سطر نفهم دلالة النتيجة فالكاتب إذن يقدم النتائج الحاصلة بسبب بؤس الوضع العربي وقتامته نخرج باستنتاج هنا أن الكاتب لأن أهمل ذكر الأسباب لعدم وظيفيتها في خطته الحجاجية فإنه أهتم بالنتائج بسبب وجاهتها الحجاجية فكثف من النعوت الدالة على معاني التعقد والتأزم يقول حالة مركبة محيرة مربكة كلها نعوت وأيضا كثف من المعجم الذي يحيل على قتامة الوضع العربي يقول حالة من اليأس المرارة الغرق الضياع الحيرة فكانت النتائج إذن على مستويات عدة أولا نفسية تتمثل في اليأس المرارة الضياع الحيرة لاحظوا هنا أن النتائج تتمثل مظاهر متعلقة بالإنسان الفردي النتائج كذلك اجتماعية سياسية وقد بيّنها الكاتب بمعنى إلقاء المسؤولية على الآخر فهذه النتيجة لا تهم الفرد فقط بل كذلك المؤسسات العربية فنستنتج أن حالة العالم العربي بائسة قاتمة غلبت عليها مظاهر الانفصام النفسي والفكري والمفعولية والجمود والموت الحضري فخطورة هذه الظاهرة تستدعي إذن حلا يبطنه الكاتب ويستدرجنا شيئا فشيئا لنفهمه ونقتنع به ننتقل الآن إلى المقطع الثاني وهذا المقطع مثل مرحلة وضع الفرضية واستخلاص النتيجة وعنوانه الحوار سبيل إلى الحل والديمقراطية أساسه الكاتب في هذا المقطع الثاني يقترح فرضية لحل الأزمة العربية يجريها من خلال أسلوبين يقول كيف نفترض أو كيف نتصور البداية أو الحل لاحظ هنا اعتماده على أسلوب الاستفهام في قوله نفترض نتصور ثم يعيد لفظة نفترض يعتمد معجمة الافتراض لاحظوا أيضا أن الكاتب في قوله كيف نفترض أو كيف نتصور يعتمد ضمير المتكلم الجمعي نحن فالكاتب إذن يلجأ إلى هذا الضمير في خطابه وإلى الاستفهام في حجاجه ليشرك المتلقية وهو المحجوج في التفكير والبحث عن حل للخروج من هذا الوضع العربي المتأزم ويورطه معه في القبول بنتائج الحجاج الكاتب يختار بعناية مفرداته ومصطلحاته لاحظوا ذلك في قوله كيف نفترض أو كيف نتصور ثم يقول البداية أو الحل فهو إذن يختار بعناية المفردات والكلمات ولعل ذلك يعود إلى دقة القضية وخطورتها وكذلك إلى رغبته في جعل المتلقي شريكا واعيا في صياغة الحل وفهم أسوسه ومرتكزاته الكاتب في قوله الحوار والحوار بالذات يؤكد من خلال التكرار لكلمة الحوار يؤكد أن الحوار هو الركيزة الأساسية والمنطلق الرئيس للخروج من هذه الأزمة الخطيرة التي يعيشها العالم العربي الكاتب قدم الحوار كفرضية للحل فيقول الحوار هنا يعني الإقرار بثلاث مسلمات جوهرية الأولى الثانية الثالثة فالكاتب إذن يفسر مفهوم الحوار ويتوسع في تحليل أسوسه من خلال اعتماده لأسريب متنوعة فيعتمد المعجمة في قوله يعني ويعتمد الإجمال في قوله ثلاث مسلمات والأعداد الرطبية الأعداد الرطبية في قوله الأولى الثانية الثالثة استعماله للعدد الرطبي مكنه من ماذا مكنه أولا من ترتيب مسلمات الحوار ترتيبا متدرجا واعيا كذلك مكنه من تفصيل هذه الأفكار وتوضيحها للمتقبل وإشراكه في بناء الحل فالعدد الرطبي إذن يوظف في النص الحجاجي لتجزئة فكرة أساسية هامة إلى فروعها وحسن التوسع فيها من أجل تبليغها بعناية ودقة إلى المتلقي والوصول به إلى تبني الأطروحة الكاتب بدأ بوضع فرضية الحل وهي أن حل المشكلات العربية يكون في الحوار انطلاقا من قوله نفترض بداية فعمق الأزمة الحضارية بكل أبعادها الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والسياسية جعل الكاتب يوظف تقنية الافتراض لكي يصل مع المتلقي إلى حل عملي إجرائي يقوض هذا التدهور الحضارية فيزيل مظاهر القطيعة ويهدم آثارها ونتائجها النفسية والاجتماعية والسياسية فالحوار هو الفرضية المطروحة من محاج واع بقيمته وفعاليته وهو الكاتب أمام محجوج أنهكته مظاهر القطيعة مع ذاته وواقعه ومجتمعه ومؤسسات دولته وهو الإنسان العربي المعاصر الحوار لماذا اختار الكاتب الحوار كحل لهذه الأزمة الحوار هو في الواقع الوسيلة الممكنة التي تحقق التواصل بين كل تلك الثنائيات التي أشار إليها الكاتب في المقطع الأول وبها يمكن هدم كل مظاهر القطيعة والانفصال التي كانت تسودها هذا الحوار الذي يقدمه الكاتب كحل يقوم على ثلاث مسلمات أي أسس مرتكزات دعائمة وهذه الأسس وهذه الأسس هي أولا الاعتراف الفعلي الواقعي بالآخر وهذا الاعتراف الفعلي والواقعي يؤدي إلى التعايش والتعامل مع الآخر ثانيا الإقرار بنسبية الحقيقة وعدم تملك أي فرد أو مؤسسة لها فالحقيقة الكاملة التامة هي في الحقيقة نتاج محاورة الآخر وفهمه ثالثا الإقرار بحتمية التكافؤ والاعتراف بالآخر واحترامه والرغبة في التعاون معه لإنجاح الحوار فما هي إذن الخصائص التي ميزت هذا الحوار المفترض بالنسبة إلى الكاتب أولا هذا الحوار مستند إلى أسس لا يمكن تغييبها أو تهميشها وهي تلك الأسس التي ذكرت منذ قليلا فلا يكون الحوار حقيقيا وناجحا إلا بها خاصية أخرى تتمثل وتبرز في قول الكاتب يجري على كل المستويات فنفهم من ذلك أن الحوار يستهدف كل أوجه الحياة ومستوياتها نجده في الأسرة في المدرسة في مكان العمل داخل المنظمات والأحزاب في البرلمان في مجلس الوزراء إذن في كل المستويات وكل الأوجه الحوار يجب أن يكون موجودا الخاصية الموالية تظهر في قول الكاتب يتناول جميع القضايا فنفهم من ذلك أنه لا وجود لقضية محرمة في الحوار أو مسلم بحقيقتها إذن الحوار الناجح ضامن لقيمة حرية التعبير خاصية أخرى تظهر في قول الكاتب بين جميع القوى والعناصر نفهم من ذلك أنه من حق كل فئات المجتمع المشاركة في الحوار فبالإقصاء والتهميش يفشل هذا الحوار وبالتالي تتعمق حالة التردي المجتمعي الحضاري الكاتب ينتهي إلى أن الديمقراطية هي حاضنة الحوار ومنطلقه وموجهه فبالنسبة إليه لا مهرب من الأزمة الحضارية التي يعاني منها العالم العربي بكل أبعادها المختلفة الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا بالحوار الحقيقي ولا حوار حقيقي إلا بالديمقراطية أنصحكم أبناء التلاميذ في هذا الإطار بالاطلاع على تعريف مبسط لمفهوم الديمقراطية في الكتاب المدرسي في الصفحة الثانية والعشرين بعد المائتي أطروحة الكاتب في نصنا ظهرت كنتيجة حتمية للتمشي الحجاجي الذي اتبعه وتتمثل هذه الأطروحة في الدعوة إلى إرساء الديمقراطية الضامنة للحوار الحقيقي لإزالة مظاهر القطيعة والتأزم في المجتمع العربي فالخطاب الحجاجي إذن للكاتبي كان قام على بناء عقلي منطقي فبالنسبة إليه الديمقراطية تضمن الحوار وهذا الحوار يضمن إزالة مظاهر التأزم الفرضية التي قدمها الكاتب كحل لهذه الأزمة قامت على بناء عقلي منطقي وجه سياق الاستدلال ونهض على مقدمات ونتيجة الكاتب يقدم أو يطرح مقدمة أولى تتمثل في أن الحوار يضمن إزالة مظاهر التأزم ثم يقدم ويطرح مقدمة ثانية وهي أن الديمقراطية تضمن الحوار الحقيقي فالنتيجة المنطقية هي أن الديمقراطية تضمن إزالة مظاهر التأزم إذن الديمقراطية هي الحل ننضي أبناء التلميذ الآن إلى المقطع الثالث وهذا المقطع مثل مرحلة بيان حدود النتيجة وعنوان هذا المقطع عراقيل إرساء الديمقراطية يقول الكاتب الديمقراطية ليست مطلبا سهلا ليست حلا كاملا لاحظ هنا اعتماده على أسلوب النفي ليست مطلبا ليست حلا ثم يقول إنما هي المناخ وبداية الوصول إلى حلول يعتمد هنا على الإثبات والتأكيد بإنما فنلاحظ إذن أن الكاتب يعتمد ثنائية النفي والإثبات لماذا اعتمد هذه الثنائية لكي ينسب هذا الحل الذي اقترحه أي حل الديمقراطية ينسبه أي يعدله هذا التنسب فيه أولا إقرار بالصعوبات التي تواجه الديمقراطية فالديمقراطية لا يمكن تحقيقها بسرعة لأن إرساءها وتثبيتها مرتبطان بروقي المنظومتين الفكرية والأخلاقية للحكام والشعب في الأقطار العربية أيضا التنسب فيه تطبيق لمبدأ أساسي في الحوار والديمقراطية اقترحه الكاتب في المقطع السابق وهو نسبية الحقيقة إذن فالحل سيكون نسبيا هذا التنسب يعود إلى عاملين رئيسيين أولا للديمقراطية أعداء في الداخل هم من لا يعي دورها وجدواها من ينبذها رغم اقتناعه بها نظريا أيضا هم من يمارسها بطريقة خاطئة تولد تناقظا بين الشعار والواقع أيضا للديمقراطية أعداء في الخارج وهم الدول التي يخدم الوضع المتأزم للاقطار العربية مصالحها فيسهل التحكم فيها والسيطرة عليها واستغلال ثرواتها ونهبها الكاتب يشير إلى تراتب في العراقيل المحدقة بالديمقراطية هذا التراتب برز في أولا أسلوب المقارنة الذي عبر عنه الكاتب بصيغة التفضيل أخطر أيضا هذا التراتب يبرز باعتماد أسلوب الاستدراك في قوله لكن أسلوب الاستدراك الذي لم ينفي به الكاتب ما سبق وإنما زاده تأكيدا وإثباتا فالكاتب يقول أن لها أعداء كثيرين في الداخل والقارج لكن أخطر ما يواجهها فبالنسبة إلى الكاتب أعلى درجات الخطر على الديمقراطية هو الدعاء الديمقراطية إما دون قناعة أو بعيدا عن الممارسة أو بالتساهل فيها فالديمقراطية الحق الناجحة بالنسبة إلى عبد الرحمن منيف تقوم على قناعة فكرية وممارسة صارمة فنستنتج إذن أن من واجب المثقف العربي إقامة حدود للديمقراطية حتى لا يطمع فيها الحاكم الدكتاتور انتهت عملية سرح المقاطع وننظر الآن إلى التأليف لكامل النص ونبدأ ببنيته وأسليبه هذا النص قام على الحجاج والحجاج قام في أغلب ردهات النص على تمش عقلي ينهض على مقدمات ونتائج البناء الاستدلالي في النص واضح فالكاتب يستقرئ في البداية الواقع العربية ثم يضع الفرضيات ويستخلص النتائج ثم يبين حدود هذه النتائج مما يقوي النزعة العقلية للحجاج في هذا النص الكاتب اتبع في حجاجه خطة قامت على استدراج المحجوج وتوريطه بإشراكه في التأمل والتفكير ووضع الفرضيات والصنباط الحلول الكاتب في نصه اعتمد على وسائل فنية عديدة وظفها في إطار الحجاج منها كثافة النعوط النفي الإثبات التأكيد الاستفهام وكذلك أسلوب التعليل ننظر الآن إلى التأليف لمضامين النص ومقاصده بالنسبة إلى عبد الرحمن منيف لا حل عنده للخروج من مأزق التقلف والجمود والانهيار الحضاري الذي يعيشه الإنسان العربي المعاصر إلا بالديمقراطية فتصالح المواطن العربي مع ذاته ومع الآخر أفرادا ومؤسساتا ونهضة العالم العربي وازدهاره لا يكون إلا بالديمقراطية الحقيقية المؤسسة لعلاقات منظمة عبر الحوار وما عنوان الكتاب الذي اقتطف منه النص الديمقراطية أولا الديمقراطية دائما إلا دليل على هذا الموقف الذي اتخذه الكاتب وسعى إلى إقناع المتلقي حاكما ومحكوما بوجهته وصحته الكاتب يرى أن طريقة الديمقراطية وعر وأعداؤها في الداخل والخارج كثر وهو ينقض بذلك ضمنيا الجهل والاستبداد والممارسات الخاطئة المناقضة لمبادئ الديمقراطية في الأقطار العربية كما يتهم التوجهات السياسية الخارجية الساعية إلى خدمة مصالحها بعد التأليف نمضي أبناء التلميذ إلى تقويم كامل النص الكاتب عبد الرحمن منيف اتخذ موقف الداعي إلى الديمقراطية في الوطن العربي تعتبرها حلا ضروريا للخروج من حالة الانهيار الحضاري لكن أسئلة كثيرة قد تحد من وجاهة موقفه هذا ومنها أليس من الواجب التنبيه إلى أن الديمقراطية عامل من عوامل أخرى عديدة قد تساهم في تطور بلاد العربي وازدهارها قد لا تكون متهيئة الآن سؤال آخر أليست في الديمقراطية عيوب كشفت عن حدودها حين انقلبت من نظام سياسي يعتبر أن السلطة الشرعية الوحيدة هي سلطة الشعب فانقلبت إلى نظام يقوم على سلطة أفراد توهم بتمثيلية الشعب ثم ألم تكشف الديمقراطية عن تجاوزات في حق فئات من الشعب أقدم هنا مثلا التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تجاوزات في حق الدول مثلا إشعال دول عريقة في الديمقراطية نار الحروب في دول عربية لإضعافها وتدميرها متعللة بشعارات حقوق الإنسان والقضاء على الإرهاب والإطاحة بأنظمة الاستبداد ونشر الديمقراطية ثم ألا نجد في عالمنا المعاصر دولا حققت تطورا كبيرا في جميع المجالات خلال بضعة عقود والحال أنها لا تسير بالديمقراطية بل بالعكس يحكمها حزب واحد ولعل أبرز مثالا على ذلك الصين كل هذه الأسئلة أبناء التلاميذ داعية إلى تعميق التفكير في واقع الأمة العربية والبحث عن الحلول المتلائمة مع عقل الإنسان العربي وخصوصياته الثقافية والنفسية والاجتماعية انتهى شرح نصنا ونمضي الآن إلى التدريب على الإنتاج الكتابي والمهارة المستهدفة اليوم هي الدعم أقرأ في البداية التعليمة التالية الديمقراطية ضرورة للإنسان العربي المعاصر بها يكتسب مواطنته الضامنة لحقوقه حرر نصا في حدود خمسة عشر سطرا تدافع فيه عن هذا الرأي في البداية أقدم ملاحظات منهجية تخص مهارة الدعم أولا علينا بفهم الأطروحة الواردة في نص المعطى فهما دقيقا نقوم ثانيا بدعم هذه الأطروحة أي نقبل بها وندافع عن وجاهتها وصحتها بأفكار وحجج مناسبة كذلك نحرص على سلامة التحرير فالدعم إذن يقتضي الانتباه إلى قواعد منهجية كثيرة وهي الآتية أولا المنهج نحرص على سلامة التمشي المنهجي وذلك بتحرير نص قائم على بناء ثلاثي متدرج ففي البداية نعرض الأطروحة المدعومة فنقدمها ونعلن عن تبنيها ثم نمر إلى سيرورة الدعم فنعلل هذا الموقف بأفكار وحجج مناسبة ونختم بالاستنتاج وفيه ننهي نصنا بنتيجة حجاجية تؤكد وجاهة الأطروحة ثانيا على مستوى الأفكار يجب أن تكون الأفكار مناسبة وذلك من خلال ثلاثة معايير أولا العمق فنفكك الأطروحة المدعومة إلى أفكار جزئية ونوضقها ونعللها وندعمها قصد الإقناع بها ثانيا الوجاهة فنعتمد أفكار مناسبة مقبولة قوية حجاجيا ثالثا الثراء أي ندعم الفكرة المقترحة بحجاج عديدة مناسبة المستوى الثالث هو اللغة نعتمد هنا على روابط لغوية مناسبة لسياق التحرير كالأسليب الدالة على اتخاذ موقف مثلا اعتماد حرف التأكيد إن أو قولنا أعتقد أن أرى أن أوافق أسلوب التعليل مثلا في قولنا لأن فسبب ذلك أسلوب التفصيل باعتماد حرف أما أو حرف الفا اعتماد تقنية العدد الرتبي التي رأيناها منذ قليل في نصنا أيضا يمكن اعتماد أسلوب المماثلة والمقارنة باعتماد حرف التشبيه الكاف أو قولنا يشبه يماثل صيغ التفضيل كذلك من الأسليب التي نعتمدها في الحجاج أسلوب الاستنتاج باعتماد حرف إذن أو قولنا نستنتج نخلص إلى مجمل القول لأن إلى غير ذلك من التركيب نحرص أيضا على مستوى اللغة على اعتماد لغة سليمة وذلك بحسن تركيب الجملة ودقة التعبير عن المعنى والانتباه إلى أخطاء النحو والصرف والرسم نمر الآن أبناء التلميذ إلى تخطيط لعملنا المطلوب هو تحرير نص حجاجي نتبنى فيه الأطروحة المقدمة في نص المعطى وهي أن الديمقراطية ضرورة للإنسان العربي المعاصر بها يكتسب مواطنته الضامنة لحقوقه هذه هي الأطروحة التي وردت في نص المعطى فنبرز وجاهتها أي صحتها وندعمها بالأفكار والحجج المناسبة أقدم لكم تصميما لنصنا المستوى الأول المرحلة الأولى في نصنا نعلن فيه أو نعلن في هذه المرحلة عن الأطروحة المدعومة ونتبنىها فنعرض هذه الأطروحة التي وردت في نص المعطى الديمقراطية ضرورة للإنسان العربي المعاصر بها يكتسب مواطنته الضامنة لحقوقه بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ثانية في عملنا وهي تقوم على سيرورة الدعم فنعلل هذه الأطروحة ونبين وجاهتها وصحتها بأفكار من قبيل الديمقراطية تجسد مبدأ أساسيا وهو أن السلطة الوحيدة الشرعية هي سلطة الشعب الذي يشرع القوانين ويحترمها إراديا فبتفعيل المنهج الديمقراطي تفعيلا حقيقيا يتحول الإنسان العربي وتتحول شخصيته فيصبح أولا مالكا للسلطة ثانيا مشرعا للقوانين التي تحمي حقوقه وتطور حياته عبر ممثليه المنتخبين ثالثا مراقبا لتفعيل القوانين وحسن تطبيقها عبر تنظيمات المجتمع المدني يصبح مواطنا له حقوق يتمتع بها هذه الحقوق تبني مواطنته بعد أن كان مجرد فرد من رعية الديمقراطية تضمن الحقوق المدنية مثل حرية الفكر والتعبير وحرية المعتقد والمساواة أمام القانون بين كل المواطنين الديمقراطية تخول للمواطن العربي المطالبة بالحقوق الاجتماعية مثل حق التعليم وحق العمل وحق التنظم المهني كذلك الديمقراطية تضمن الحق في الأمن الاقتصادي وذلك بتوفير مناخ أعمال مستقر وبتشجيع المبادرات وبدفع الدولة إلى مقاومة التهريب والاحتكار ومراقبة الأسعار وتعديلها الديمقراطية كذلك تمكن المواطن من الحقوق السياسية كالمشاركة في إدارة الشأن العام للبلاد من خلال حق الترشح في الانتخابات وحق التصويت إذن الديمقراطية تؤسس مفهوم المواطنة وبها يتمتع الإنسان العربي المعاصر بحقوقه المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية آخر آخر مرحلة في نصنا هي مرحلة الاستنتاج فيمكن أن نقول إذن لا بديل للعربي عن الديمقراطية في بناء مفهوم المواطنة التي تؤسس وعيا مواطنيا متشبثا بالحقوق مقاوما كل نزعة استبدادية أبناء التلاميذ في نهاية هذه الحصة أشكركم على حسن المتابعة أرجو أن تكون الاستفادة قد تحققت كما أرجو كل التوفيق والنجاح لكم في أعمالكم على أمن اللقاء من جديد دمتم في رعاية الله وحفظه